السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية بعد ايام قليلة من الافراج عنها عقب اعتقالها رفقة رئيس جماعة فضلات بالمحمدية عادت كرامب عبيد رئيسة جماعة الطولة للتفاعل عبر حسابها بالفيسبوك حيث حولت من خلال تدوينة قصيرة تبرئت نفسها والاشارة بانها كانت ضحية وطالبت بعبيد صغر رئيسة جماعة بمتابعة تدخلها ببرنامج مباشرة معكم على القناة الثانية موشرة الى ان هذا المرور جاء من اجل الدفاع عن نفسها تجدر الاشارة الى ان المحكمة الابتدائية بالمحمدية قررت حفظ ملف متابعة كرامب عبيد ورئيس جماعة فضلات بعد تنازل زوجة هذا الاخير شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان شكرا على المتابعة